دلوقتي جمعاتكم مع حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم أفآم ونجوم أفآم تيفي نجوم أفآم على كيفك حياتك صح على نجوم أفآم ونجوم أفآم تيفي تحياتي لكل مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان حلقتنا الأسبوعية دايما كل يوم 3 من الساعة 3 إلى الساعة 5 معاكم جيهان عبدالله على الهوى ودايما بنا استعرض موضوعاتهم صحتنا البدنية والنفسية وكمان ساعة بنتكلف موضوعات اجتماعية العموم هو الحياة أفضل بتشمل مجالات كتيرة منها المجال الصحي والنفسي والاجتماعي يارب تكونوا بخير في أحسن حال بنبارك طبعا من أول جديد لأصدقائنا طربة وطالبات سنوية العامة لناس اللي خلصت انتحاناته واللتايك طرعت كل حاجة زي الفل والناس اللي بتاد أجازتها بقى جدئية على روائه فشهر أغسطس الشهير شهر الأجازات الأعظم والأطول أطول شهر في السنة بيخلص شهر أغسطس ده النهاردة 1-8 فكل سنة وانتوا طيبين وكل شهر وانتوا بخير طيب حلقتنا النهاردة مقسمة إلى قسمين خلونا نبدأ القسم الأول هنأكلم فيه عن كل ما يخص أمراض العيون والليزك بالتحديد والقرنية المخروطية وحنحاول إن نجاوب على معظم أسئلتكو اللي خاصة بالإبسار خلونا نرحب ضيفنا على أساس دكتور كرم كريم استشارية طب وجراحة العيون مستشفى مع عدناصر البحوث الدكتورات طب وجراحة العيون زمانة طب وجراحة العيون مسأخير يا فتن مسأخير نور أهلا بيك الأخبار كله تمام كله تمام ماشي الحل الحمد لله خلينا نفكر نفسنا نفكر المستمعين بالليزك ما هو الليزك؟ إحنا تكلمنا عليه في حلقات قبل كده بس برضو لسه بجلنا أسئلة يعني ناس مش فهمة نصطلح نفسه يعني هي ليزك بالإنجليزي الكلمة دي هي عبارة عن واخدين الاختصارات أول حرف في كل كلمة الاختصار بتاعها هو ليزر جوى القرنية أو داخل القرنية فده اللي هو المتعرف عليه اللي هو تصحيح الإبصار باستخدام شعاع الليزر ده عبارة عن طاقة بتطلع من الجهاز بتغير في شكل قرنية من جوه مش من بره يعني العين ما بيحصلش فيه أي تغيير في شكل شكلا ولا موضوعا يعني فيش حاجة حد يبص على مريض كان عامل ليزك يقول شكل قرنية بتاعته مختلف أو عينه مختلف لا خالص التغيير بيبقى على مستوى الجزيئات جوى القرنية وبيصلح العيب اللي موجود عنده أي إن كان بقى المسمى بتاعه البعد النظر أو طول النظر أو أسر النظر أو الأستجماتيزم أو كلهم مع بعض فده شرح كده مبسط لليزك طيب مين حضرتك اللي بيصلح مع الليزك الناس اللي هم من المرحلة العمرية من سن 18 سنة لغاية سن 45 ساعات لغاية سن 50 بعد ما بنفحصهم ونحدد المستوى بتاع النظر بتاعهم ومقاس النظارة بتاعهم نقدر نقول إن دول الناس اللي ببعض المقاسات بتاعتهم بيبقوا صالحين لعملية التصحيح وإيه الناس اللي مينفعش معاهم الليزك خالص اللي يعني آه يكون عند المريض فحدك تقول له لا مش هينفع عملها فيه السن الصغير أو لو عنده حاجة في القرانية أو عنده حاجة جوة العين بتمنعه أو مش بتمنعه بنقدر نقول مش هيستفيد قد كده لو عمل العملية بتاعت التصحيح يعني العملية بتاعت التصحيح اللي بصار بالليزر لها متطلبات في المريض أول حاجة يكون فوق 18 سنة يعني الأقل من 18 سنة ممكن يعمله بس لا ننصح لأن المعايز بعد كده بيتغير ويفترض إن التصحيح بيتعمل مرة واحدة في العمر أو مرتين على أخصى تقدير ده لو طلع إن القرانية تبقى مناسبة بعد المرة الأولانية فبالتالي اللي قبل 18 مش بننصحهم واللي بعد سن 50 سنة مش بننصحهم برضو لأنه ممكن يكون عندهم أمراض في الشبكية ممكن يكون عندهم أمراض في العدسة بتاعت العين اللي هي مثلا الميا البيضة أو بوادر الميا البيضة فبالتالي لو هو عمل عملية تصحيح بعد شوية هيحصل برضو النظر هيبتدي قل تاني هيتغير تاني فهيضطر يدخل يعمل عملية الميا البيضة فعشان كده بنقوله لأ انتظر شوية لأول ميا دي زادت نقدر نتدخل ونعمل لك زرع عدسة وده بيبقى نوع من أنواع التصحيح برضو إن احنا بنشير العدسة بتاعت العين اللي مع التمى ونحط له عدسة فهو كده كده هيستغنى عن المضارة هما دول أنواع الليزك المختلفة؟ لأ أنواع الليزك المختلفة حاجات كتيرة تاني خلينا نجاوب على السؤال ده بعد الفاصل علشان احنا بس ده وقت الفاصل ايه هي أنواع الليزك أنواع تختلفة؟ وما كذا نوع سمع للدكتور يعني شاركوا معنا بأسئلكم وخصوص كل ما يخص أمراض العيون على الوقت سعب على زيرو 1559551006 أنتوا لسه مع حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في منكمل كلامنا في حياتك صح على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في معضفنا بأسئل دكتور كرم كليم ستشاري تبو جرح تلقينه مستشفى مع بنصر البحوث وبنتكلم عن الليزك تكلمنا في البداية عن الليزك وأكيد هنتكلم على أمراض مختلفة للعين لو عندكم أي مشكلة أو حتى في تصحيح الإبصار أو في الإبصار عامة بعته برضو على الواتساب على زيرو 1559551006 وسؤالتها راح نقوم بفاصل هل الليزك له أنواع مختلفة من العمليات وحضرتك قلت لنا أي وقت لو نعرف باستفادة إيه هم الأنواع هم تلت تقنيات كبارة الأولى الليزك العادي أو الليزك المتعرف عليه اللي موجود في كل المستشفيات والتقنيات التانية طبعا الفيمتوليزك والتقنيات التالتة اسمها الفيمتوسمايل الفروق ما بينهم كبيرة جدا جدا والنتائج بتاعتهم برضو فيها فروق لو هنتكلم على الليزك العادي الليزك العادي والفيمتوليزك اللي اتنين بنبقى بنعمل زي شريحة رؤياء كده من القرانية ونرفعها ونعمل الليزر اللي جوه اللي احنا قلنا ان احنا بنعمل الليزر على مستوى الجزيئات بتاعت السترومة اللي هي الجزء الأوسط من القرانية الجزء الأكبر من حيثه السمك والمساحة في القرانية وده اللي بيعمل التصحيح الفيمتوسمايل ده يعني اختراع كان من فترة يعتبر جديد برضو تطبيقات استخدام الفيمتوليزك او الفيمتوليزر على استخدام التصحيح الإبصار بس ده ما بيبقاش فيه شريحة رؤياء بتترفع الفكرة انه بينزل على القرانية بشكل معين وبيطلع بيقطع القرانية بنسميه الانتكيول او جزء من القرانية بشكل معين على حسب المقاس بتاع النضارة وبينطلعوا وده اللي بيعمل التصحيح من غير ما نرفع القرانية خالص فما بيبقاش عندنا المشاكل اللي بتحصل لنا من الفلاب او من الشريحة الرؤياء اللي بتتعامل في الحالتين اللي هم من الليزك العادي التقنية العادية القديمة والفيمتوليزر اللي هو التقنية الجديدة تقدم طبعا كبير جدا جدا في عمليات التصحيح ده بقت اسهل بقت اكثر انضباطا يعني هي كعملية وكتكنيك سهل ما هواش صعب لكن في الاخر التطبيقات الجديدة بتاعت الفيمتوليزر خلت الموضوع اسهل في حاجات كتيرة مش بس في التصحيح الابصار في حاجات تانية زي مضاعفات القرانية المخروطية والحاجات اللي احنا هنتكلم عليها كمان شوية استعدادات بقى للمريد قبل ما يجل حضرتك وقبل ما يعمل العملية في حاجات ممكن يعملها؟ طبعا المريد بتاع التصحيح اللي هو خلاص خط قرار انه هو هيعمل تصحيح بيروح للدكتور المفروض قبل العملية بمسلا باسبوعين الى ثلاث أسابيع الناس اللي بتلبس العدسات اللسقة وخصوصا البنات والسيدات يستغنوا عن العدسات اللسقة عشان القرانية ترتاح وتتنفس والدموع بتاعتهم ترجع لوضاعها الطبيعي لانه طبعا ارتداء العدسات اللسقة لفترات طويلة بعدد ساعات كبير في اليوم الواحد وساعات بعض الناس بتنم بيها وده طبعا خطأ شديد جدا جدا بيغير في شكل الدموع وبالتالي بيغير في شكل القرانية وبيخلي الاستشفاء ما بعد عملية الازك بيبقى أصعب وبياخدت وقته أطول الناس اللي بتاع بتحط ميكا والسيدات والبنات طبعا المفروض ما يحطوش ميكا بخصوصا المسكرة والكحل لان الحاجات دي بتفضل لفترات طويلة موجودة على الرموش وبتدخل جوه العين وممكن تعمل هنا مشكلة لو دخلت تحت الفلاب أو الشريحة الرؤياء اللي احنا بنعملها يعني دول الحاجتين المهمين جدا الميكا بو العدسات الاسخة دول أهم حاجات منلبس النظارة ومنلبسش العدسات الاسخة لفترة قبل العملية أسبوعين على الأقل قبل عملية التصحيح وقبل التصوير اللي هو الفحص اللي بيتعامل قبل العملية طب ده الاستعداد حوالي أسبوعين لكن العملية نفسها بقى بتاخد وقت قدئين وانس ساعت ما ابتدى المريض لحد ما يخلص وخطواتها يعني كده بإيجاز العملية عملية بسيطة خالص خالص بتبتدي ان احنا بنحط حاجة اسمها مباعد للجفن ده بيمسك الجفن عشان المريض ما يقفلش العين غزبا عنه لان ربنا يا خالق في حاجة اسمها إنعكاس أورد فعل لما بنقرب من القرانية بتاعت العين الجفن المفروض بيقفل لوحده إنعكاسي لتقريب أي حاجة من القرانية البنج السطحي بيتحط اللي هي القطرة والمباعد ده بيتحط العملية كلها ما بتاخدش أكتر من خمس دقائق كل عين بس طبعا محتاجة المريض بيبقى متعاوني وبقى هادي وبقى فاهم ان الموضوع ما فيوش وجع ولا فيه أي مشاكل علشان يعني الوقت ما يطولش عن الخمس دقائق بعد كده بننزل بالجهاز الجهاز ده عبارة حاجة مبسطة كده حاجة بتمسك القرانية علشان ترفع الضغط بتاع القرانية لتقريبا من 80 لـ 100 مليمتر زقبك علشان نقدر نقطع القرانية من غير ما يحصل مشكلة لأن الضغط بتاع العين ما بيزدش عن من 18 ل 20 مليمتر زقبك إحنا لما بنرفع الضغط ده بنرفعه لمدة 3 ثوانية أو 4 ثوانية ده بالكتير قوي نقطع القرانية وبعد ما بنقطع القرانية بنرفع الشريحة الرؤياء دي بأي تقنية إن كانت بالليزك العادي أو بالفيمتوليزر بنرفع القرانية ونصلط الشعاع بتاع الليزر بتاعنا من الجهاز علشان يعمل موضوع التصحيح على مستوى الجزيئات زي ما احنا تكلمنا في الجزء الأولاني من الحال وخطوات بقى ما بعد يعني وواضح العملية بتاخدش وقت خالص خمس دقايق ده حاجة لطيفة جدا لكن أكيد بقى فيه بعد الخمس دقايق دول فيه مراحل بقى يعني نقاهة أو حاجة احنا طبعا خلاص رفعنا للشريحة وعملنا الليزر رجعنا للشريحة مكانها بنمسحة القرانية بشكل بطريقة معينة بحيس إن احنا نتأكد إنها رجعت بالوضعها بالتمام بالزبط خالص لإني احنا طبعا بنحط علامات على القرانية علشان نقدر نرجعها تمام لإني لو جزء من الميل دي مش منضبط ده بيعمل هنا حاجة اسمها استجماتيزم فبنبقى يعني متيكولاس جدا يعني في منتهى الدقة عشان نرجع القرانية في وضعها السليم الاستشفاء بعدها بياخد ساعات يعني المفروض إن المريض بيخرج التست المعتاد اللي احنا بنعمله إن المريض لما بيقوم من على السرير بتاع العملية بيبقى دايما عندنا ساعة موجودة في القطة العمليات بنقول للمريض بص على الساعة ساعة يتكون آه يعني على بعد كم متر كده فالمفروض طبعا لو هو قال عن نظارة قبل العملية مش هيبقى شايفها خالص ولا تفاصيلها بيقوم من المريض من العملية بيبقى قادري إن هو يشوف الساعة قادر تبقى مغبشة شوية لكن بيبقى قادر يشوفها اللي هو ما كانش موجود قبل ما يعمل العملية يعني نتيجة العملية بيحسها على طول المريض بالضبط بعد ما بيقوم على طول بيبقى شايف الساعة بتفاصيلها من غير ما يبقى طبعا يعني في شوية غراشة خفيفة لكن بيبقى موجود رؤية معقولة بعد كم ساعة واستخدام القطارات بيبقى على آخر اليوم لو هو عامل من الصبح بيقادر إن هو يشوف تقريبا من نسبة سبعين تمانية في المية أحسن من الأول وبعد كده تاني يوم طبعا خلاص هو بيبقى تمام وصل للأوبتمام بتاعه اللي هو المية في المية تقريبا. أخيرا إيه الممنوعات؟ دايما بنقول مريض الليزك يعني ما تلمسش عينة خالص لأن لمس العين احنا اتفقنا إن احنا بنعمل شريحة رؤياء جدا من القرانية ونرفعها ونعمل الليزر ونرجعها في مكانها. الشريحة الرؤية دي تقريبا بتبقى واحد من عشرة من الميلي يعني مية مايكرو ميلي فالشريحة دي لو مجازا كده لو نفخنا فيها كده ممكن هتكرمش وده طبعا بيبعوذ العملية وهتلاقي الرؤية خلاص بقى راحت خالص وهنضطر إن احنا ندخل عمليات مرة تانية علشان نستعد للفلاب دي أو الشريحة الرؤياء ونفردها بطريقة معينة وطبعا بتبقى الموضوع بيبقى مش لطيف لكن في الآخر المريض بيرجع زي ما كان قبل ما تحصل له هذه المضاعفة فالحاجة اللي ممنوعة خالص إن أنا ألمس العين بتاعتي وكمان إن أنا أزر على العين أو أقفل العين بشكل جامد علشان ده برضو ممكن يعملي كرمشة في الفلاب دي وبالتالي نبطر ندخل عمليات تانية لكن غير كده ما فيش أي حاجة بننصح المريض إن هو يروح ينام لما بينام ويصحى لمدة 3-4 ساعات كده بيبقى خلص وضع الدموع بتاع العين تمام والقرانية التعمت بشكل أو بآخر وهيبقى شايف كويس ومش هيبقى عنده أي مضاعفات سؤالنا اللي جاي لدكتور كرم كاليم إيه هي القرانية المخروطية؟ لو حابين تتعرفوا معنا على معنى المصطلح ياريت تشاركوا معنا من خلال واتساب على زير وخمسطاشر خمسة فسا خمسة خمسة واحد سفر سفر ستة لو عندكم أي مشكلات بتخص الليزج أو التصحيح الإبصار في الأموم أو النظر أو القرانية تشاركوا معنا وتابعونا عشان تعرف عن القرانية المخروطية انتوا لسه مع حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في حياتك صح على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في لسه بنكمل موضوع العيون مش أحلم العيون يا جبعة مش أحلم موضوعنا تهارده وضفنا لدكتور كرم كاليم استشاري تبقى جراحة العيون استشار شماعة ناصر بحوث وبتكلم كلمة عن الليزج وعنوع عمليات الليزج وبتاخده قتلت إيه وفترة النقاء قتلت إيه وإيه اللي مفعش نعمله وسألنا بقى بالفاصل عن القرانية المخروطية إيه هي يا دكتور؟ في الغلب القرانية المخروطية دي حاجة بيبقى 50% من الحالات بتبقى وراسة معنى كلمة قرانية مخروطية زي ما مكتوب كده أو زي ما بنقولها كده مخروطية بيبقى القرانية بدل ما هي سطح مستوي عامل زي الكورة بيبقى سطح عامل زي الأمع طبعا بيبقى أكتر وضوحا زي الأمع لما تبقى الحالة متأخرة أو متقدمة لكن في الحالة العادية ما بتبقاش بينها علشان كده غالبيت الناس اللي بنيكتشف إن عندهم قرانية مخروطية دول الناس اللي بيبقوا جايين أصلا عشان يعملوا تصريح بصار بالليزر فالخطوة الأولينية بتاعة التحضير اللي حكت تسأليني عليها اللي احنا بنعمل التصوير بتاع القرانية أو الفحص بتاع القرانية فمنصور العيان وبنبص كده على شوية حاجات في الفحص ده تقريبا هم 12-13 نقطة كده بنبص عليهم عشان نقول العيان ده ينفعلوا عملية التصحيح ولا مع المقاس بتاع النضارة بنفاجأ بأن المريض ده عنده مشكلة في القرانية اللي هي بتتراوح ما بين حاجات كتيرة في الأطراف بتاعة القرانية والأكثر شيوعا هي موضوع القرانية المخروطية عدم انتظام في شكل سطح القرانية بيعمل لنا حاجة بنسميها أستجماتيزم غير منتظم إذن لما بنقول أستجماتيزم غير منتظم يبقى في حاجة اسمها أستجماتيزم منتظم فالأستجماتيزم المنتظم ده يعني ثابت مستمر أصد حدرتك منتظم يعني المحورين بتوعه المفروض الأستجماتيزم ده يعني بيسموه الانحراف بنصور القرانية كأنها عاملة زي الاستوانة الاستوانة ليه هم محورين محور والمحور التاني عمودي عليه يعني على 180 درجة عليه الأستجماتيزم الغير منتظم ما بيبقاش فيه 180 درجة بيبقى فيه محورين للأستجماتيزم لكن مختلفين ممكن تبقى 170 درجة 150-120 لكن غير منتظمة أول ما بنكتشف طبعاً المريض عنده أستجماتيزم غير منتظم اللي هي القرانية المخروطية بنبتدي نشوف بقى بقية العوامل الأخرى اللي موجودة زي سن المريض زي المقاس بتاع النظر بتاعه وبعد كده بنازم بناخد إجراءات وتبقى حاجة يعني مش زيها زي الليزك يعني الليزك ده حاجة اختيارية واحد بيلبس ندارة أو واحدة بتلبس عدسات لسقة وجاي عايزة تستغنى عنه لكن القرانية المخروطية دي بتبقى مرض محتاج تدخل وبالتالي مفوش اختيارات بينفعش مع الليزك لا ده ممنوع دي من حاجات اللي بنقول عليها ان هي من الموانع التامة لعملية التصحيح لانه هو القرانية بتبقى ضعيفة لو عملنا تصحيح إبصار يبقى احنا كده بنقول القرانية دي هتبوز بعد العملية بشهور أو بسنة وبالتالي هنخش في مضاعفات شديدة للقرانية والمريض ممكن يوصل انه هو يعمل استبدال للقرانية او زي ما بنقول عملية ترقيع قرانية طب انا بنيجي نقول بقى زرع القرانية بالفمت وليزر يعني اصلا كلمة زرع القرانية لوحدها ممكن تخد اه كان يمكن كانت الاول قبل ما يخترعوا انه ممكن اختراعاتي انا تعمل بالليزر صح؟ كانت موضوع كبير او عملية اكبر دلوقتي الليزر اكيد سهلها بالضبط احنا بس عايزين يعني ما نخرجش او قبل ما نمشي كده من قصة القرانية المغروطية نقول ان عملية القرانية المغروطية لما بيظهر المريض عنده قرانية المغروطية بيبقى لازم تدخل وبدري كل ما كان بدري كل ما كان احسن طبعا هي لها اربع مراحل او اربع على حسب على حسب السن بتاع المريض النوع التدخل بتتراوح ما بين حاجة اسمها تثبيت للقرانية او دعمات وتثبيت للقرانية عشان بس نبقى خلصنا النقطة دي وقلنا كل حاجة فيها المرحلة الرابعة اللي هي الأخيرة فيها بيبقى المريض خلاص بقى ده هو واصل متأخر أو جاي متأخر وهو عارف إن عنده مشكلة وسبق فبيبقى القرانية دي فيها سحابة أو عتامة ممكن بساعتها بنحتاج الموضوع القرانية اللي هو ترقيعة القرانية اللي حاك كنت تتسأليني عليه ترقيعة القرانية طبعا عملية كبيرة لكنها عملية بسيطة حضرتك تطرقتي الموضوع الفيمتوليزر واستخدامات الفيمتوليزر في عملية ترقيعة القرانية ده طبعا تقدم رهيب جدا جدا في عملية ترقيعة القرانية الأول كنا بنعمل ترقيعة القرانية ده جراحيا يعني بنشيل خياطة وكده بنشيل القرانية اللي هي المعتمة اللي فيها مشاكل دي ونحط رؤعة أو قرانية أخرى متاخدة من يعني حد حديث الوفاء بطريقة معينة ومحفوظة بطريقة معينة وبتتخيط في القرانية الأديمة طبعا بتتاخد فيها غرز كتيرة الفيمتوليزر وتطبيقات الفيمتوليزر اللي اتعاملت هي اللي بتقطع لنا القرانية وبتقطع لنا الرؤعة هي بيبقى فيها خياطة طبعا في الآخر لكن الخياطة بتبقى أقل كتير جدا عدد الغرز بيبقى تقريبا من 6 إلى 8 غرز الأديمة بقى في الطريقة الأديمة الجراحية بتبقى الغرز عددها أكبر بكتير من الرقم ده طب الناس تسأل طب إيه الفرق أنا كده كده هياخد غرز لأ أنا لما باجى أشيل الغرز بعد شوية ده حاجة من الحاجات اللي بتخلي الجسم ساعات يرفض القرانية فكل ما كانت عدد الغرز أقل كل ما كان الاحتمال لحدوث الرفض الرؤعة أقل بكتير جدا من الطريقة الأديمة بتاعت الطريقة القرانية ده ممكن جسم يرفض الرؤعة نفسها؟ بالضبط وبعد كده بتبدو بقى تجربوا حاجات تانية؟ على حسب بقى لو تلحققت الحاجة في الأول بتبقى مستحضرات وأدوية وأطرات تقدر إن إحنا نسيطر بيها على الموضوع ونحافظ بيها على الرؤعة وخلاص بعد كده بالدنيا بترجع الوضاعات الطبيعية لو ما تلحققتش طبعا بنحتاج نعيد العملية مرة تانية ونحط رؤعة تانية على القرانية والعملية اللي بقت دلوقتي كلها بالفمتوليزر ده تنفع في حالات كتير جدا وخصوصا للناس اللي عندهم قرانية مخروطية اللي هم أن الناس الصغيرين في السن اللي القرانية بتاعتهم كويسة ولطيفة والأطراف بتاعتها ناشطة والخلاية بتاعتهم كويسة وهلسي ده طبعا النتائج بتاعتهم بتبقى مبهرة جدا يعني أنا عملت حالات كتيرة من النوعيات دي النتائج بتاعتهم كانت فعلا مبهرة باستخدام الفمتوليزر لأنه القرانية بتتقطع بالليزر وأنت يا دوب بتحطي الرؤعة الجديدة وبتخدي كم غرزة والعيلين جدا المريض بيبقى خارج مبسوط جدا والاستشفاء بعد العملية بيبقى لطيف جدا وما بياخدش وقت والنتائج الرؤية بتبقى أحسن طبعا بكتير من الغرز الكتيرة اللي كانت بتتعامل في الجراحة لو هنتكلم مع عملياتها صحيح الإبصار دي هي الليزك صح؟ تمام ممكن حد يبقى عامل الليزك وينفع انه بعد كده يلبس لينسز ملونة مسلا زي ما احنا قولنا قبل كده التحضير قبل العملية ان احنا مريض ما يلبسش عدسات لاصقة لمدة أسبوعين قبل العملية ده قبل الميكوب والحاجات دي نفس القصة بعد العملية هو يقدر يلبس عدسات ملونة او تقدر تلبس عدسات ملونة بعد العملية بشهر مسلا على الأقل الدنيا خلاص رجعت الأعصاب بتاعة القرانية رجعت لوضعها الطبيعي بتادي تشتغل عشان مهم جدا ان القرانية تبقى حاسة بالحاجة اللي محطوطة عليها الجفاف اللي موجود اللي حصل بعد العملية بيبقى بنسبة كبيرة احنا خفينا منه فبالتالي نقدر نلبس عدسات ساعتا نتائج بقى تصحيح الإبصار اللي احنا عملناها بالإيزل بتستمر للفترة التقيل لان طبعا الجسم اللي بيتغير والنظر بيتغير وبيضعف ومع مرور الزمن ومرور العمر وكده فيش حاجة تفضل على حالها فالعملية تفضل على حالها بالنسبة كبيرة يعني احنا كنا زمان الدنيا ما كانتش منضبطة مية في المية من ناحية ايه الانضباط من ناحية الأجهزة اللي احنا بنحضر بيها المريض قبل العملية من ناحية الأجهزة اللي احنا بنعمل بيها القياسات للقوة الإبصار ومقاس النضارة اللي احنا بنحطه في القرانية الأطارات والأجهزة نفسها والسوفت ويرز بتاعة الأجهزة بتاعة الليزر فلما الدنيا اتطورت بالشكل اللي احنا بقينا فيه دلوقتي بقت نسبة الارتجاع في المقاس قليلة جدا لكن موجودة موجودة بس نسبتها قليلة جدا وده بيبقى نتيجة للتقام القرانية من مريض لمريض لكن عمر ما القصة بترجع زي ما كانت يعني مثلا لو احنا قلنا مثلا ان مريض مثلا كان مقاسه مينس خمسة قبل ما يعمل العملية ونص درجة استجماتيزم أو درجة استجماتيزم وتعمله تصحيح ده احتمالات ان يرجع له جزء من المقاس يعني هيبقى قليلة جدا لا تتعدى اثنين تلاتة في المية وده بيبقى مثلا هنشوف بعد تلاتة اربع سنين خمس سنين مثلا ماينس نص أو ماينس واحد عمره ما بيزيد عن كده وده نسبته قليلة يعني ده مش بيحصل في كل المرضى اللي بيبقى بالرقم ده مساعدتها لما ينزل يعني لو نزل نظر ماينس واحد مهركة عن عملية تصحيح ابصر خالية ولا بيناكتفي بقى لبس النظارة بنسبة كبيرة المريض اصلا ما بيبقاش عنده مشكلة يعني احنا بنشوف الرقم ده على جهاز الكمبيوتر اه الارقام اللي اكتر من كده ممكن يحتاج الى تدخل مرة اخرى بس طبعا بتبقى العملية ابسط من العملية الاولانية وليها متطلبات برضو احنا بنرجع نعيد الفحص تاني اللي هو تصوير القرانية ونشوف القرانية دي لسه مناسبة ان انا اعمل تصحيح مرة تانية ولا لأ لانه مش دايما بينفع يعني في بعض الاحيان انا برجع اعمل الفحص ولاقي القرانية ما بقتش تنفع ان احنا نعمل فيها او نضيف عليها لازر برضو دي نسبة مش كبيرة لكن وردت الحدوث وبعد بقى عملية الليسك ناظر بيرجع ستة على ستة خلاص يعني عزيره النقطة دي فيها التباس كبير من ناحية الناس فالمريض اللي كان ملتزم ومن اول محتاج انه يلبس نضارة لبس النضارة وبيروح للدكتور في المتابعات بتاعته بالانتظام ويغير النضارة في المواعيد المفروض صحيا يغير فيها المقاس يعني مثلا كل ستة شهور بيرجع وهو بالتالي قبل ما يعمل العملية كان بيشوف ستة على ستة ده بعد عملية التصحيح هيشوف ستة على ستة لكن المريض اللي عنده نقص في اي حاجة من الحاجات دي يعني ما كانش بيلبس النضارة اصلا مش منتظم فيها بيروح كل سنتين تلاتة يغير المقاسات مش مهتم انه هو يتابع ده بيكون لي طبعا مضاعفات بيبقى هو ما بيشوف ستة على ستة فبالتالي مش هيشوف ستة على ستة بعد التصحيح طب يعني هي كل بيهمت برضو على مش بس نجاح العملية على كمان حالة المريض واهتمامه بنفسه قبله وبعد العملية بالزبط كده اه تمام بالزبط احنا كده غطينا خلاص الليزج وغطينا الخرانه المخروطية تمام ان شاء الله نكمل كلامنا بقى عن موضوع تاني او لو في لسه اي استفسارات بخصوص العيون وتصحيح الابصار في مرة جاية ان شاء الله تكون موجود معنا فيها دبطل بإذن الله بشكر حضرتك على جدك معنا النهاردة انتهت فقرتنا الاولى مع الاساس دكتور كرم كاليم استشاري تب واجراحة العيون واستشمعت ناصر للبحوث دكتورات تب واجراحة العيون زمانة تب واجراحة العيون بتاني سكونوا استفدتوا ووردوا لو في اي اسئلة بما يخص العيون ارجوكوا ابعاتوا في حلقات البرنامج على طول في حين يكون موجود فيها الدكتور بيجاوب على اسئلتك كلها تبعا بشكركم وخليكم معنا متابعيننا كمان دقيق سيكون معنا الفقرة الثانية من حياتك صح شكرا انتوا معا حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم فأم ونجوم فأم تي بي